من بداية الموسم مين ياخد الدورة؟ يعني بعد المباراة اللي احنا شفناها والجمال اللي احنا شفناها النهاردة شفنا الأهل بيرجع بقوة شفنا صفقات بيبتدت تشتغل للأهل حسين الشاحات بيبتدى يشتغل ومباراتين بس دين مبارات تالتة وده طبيعي جدا يعني اتشرت طبعا والفلن الحمرة تقيلة شوية رمضان صبحي رجع وعلي معلول رجع ولسه فيه سعد سمير هيرجع ولسه فيه وليد سليمان يعني فيه لو نادي الزمالك مشي بهذه الطريق واللعيبة بحالة التركيز العاية اللي كانت موجودة النهاردة والروح اللي كانت موجودة كانوا مركزين النهاردة الزمالك كان نازل يعمل حاجة النهاردة ده اللي خلاه وقف على رجله النهاردة في الملعب الإصرار والروح لعيبة الزمالك حطت تحتها الشخط مش جهاز فني خالص خالص ما احترام الجميع والدعم اللي موجود من الإدارة كمان طبعا لا ده 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 مش هنختزله في دقيقة ودقيقتين نتكلم على اللي عامله طبعا أمير مرتدى عامل شغل جامد جدا كابتن اسماعيل يوسف يعني موفرين كل سبل لكن دي احنا بنتكلم في حاجات فنية كلاش في حاجات إدارية لا ورئيس النادي كمان عامل سابورت جامد جدا طبعا مرتدى منصور نشان مرتدى عامل سابورت ليهم وهم كمان طبعا ومخليهم في حتة بعيدة تماما عن أي خلافات بتحصل داخل نادي الزمالك لكن أنا بقولك نادي الزمالك الحقيقة هو الأفضل نادي الزمالك لو استمرت اللعيبة بهذه الروح وهذا الأداء إن شاء الله الدوري يبقى للزمالك حتاك تدعمات بأمانة في بركز المساك بيحتاجين حد قوي مع محمود علاء لأن في مشكلة في الدفاع لأ عندنا مشكلة في الحتة دي شوية صحيح عبدالغاني بيقدى بشكل كويس عبدالسلام محمود حمدي لما يرجع هيبقى كوي لكن نادي محتاجين حد يعني بقيمة وحجم مثلا محمود علاء كده يعني حاجة سوبر زي محمود علاء كده